السلام الرحيم تتمتاً للجزء الأول حول الأعداد الكسرية الآن سنشرحه مزيان للبعض الأصدقاء لما زال ما فهموش مزيان هذه القضية للأعداد الكسرية إذن لدينا مثلاً لدينا أربعات الأطفال سنسموهم A، طفل B، طفل C، والطفل الأخر D إذن هاد الأطفال بربعة سنقسموهم هاد الخفزة هادي يعني سنعطوهم كل واحد سنعطوه واحد الكسرية للخفز ولكن كسرات تكون مقدة لا تكون واحد الكسرية كبيرة من الأخرى لذلك كاننا نقدرون نقوله باش نخرجوا العدد الكسري إذن نشوفه A، مثلاً احنا راقطعنا على حساب كل واحد شوهو ما كل واحد سيأخذ الحق دياله ولكن كل واحد سيأخذ ليربعات الكسرات بلوية آخر سيأخذات الاشياء بعض الأطفال C سيأخذ تكون ربعات الكسرات وبالديف الأطفال سيأخذ ربعات الكسرات quicker لست ستخمرو له كل واحد سنقسموا سيأخذ الكسرات COR1 هذا سيأخذ 1 من هذا 4 وهذا سيأخذ 1 من 4 وهذا دي أو سي سيأخذ 1 من 4 وهذا سيأخذ 1 من 4 وكما نسمى هذا العدد الكسري 1 على 4 1 على 4 1 على 4 وكما نشرح العدد الكسري الآن سيأخذ سكين ويأخذ مثلا سنقسم هذه الكسرات إذن سيأخذ جوج وهذا نفس الشي جوج وهذا نفس الشي جوج دي الكسرات وهذا نفس الشي جوج دي الكسرات إذن أمينة 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 ونفس الشي بالنسبة للد هو إثنان من ثمانية إذن كلهم سيأخذوا إثنان من ثمانية إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج أن واحد على أربعة تساوي إثنان على تمانية وشنهي العلاقة اللي قلنا في الحصة السابقة هو أن واحد مضروب في إثنان كاعتنا إثنان وأربعة مضروبة في إثنان تساوي ثمانية وإلى الحصة المقبلة إن شاء الله موسيقى